أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التحرك الفاعل من القيادة السياسية على الصعيد الخارجية يعزز مكانة مصر كشريك محورية في مختلف القضايا العربية والإقليمية وخلال الاجتماع الإسبوعي أبدى رئيس الوزراء تطلعه لأن تحقق قمة أبو ظبي التشاورية الأهداف المنشودة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يقدم صالح الشعوب وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية واستعرض كذلك نتائج زيارة الرئيس السيسي لمحافظة سهاج التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية تحت مظلة المبادرات الرئاسية حياة كريمة كما استعرض مدبولي نتائج زيارته إلى محافظة شمال سيناء مشيدا بحجم المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة ووجه الشكر لوزيري الدفاع والداخلية على جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمحافظة كما أشار مدبولي إلى افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسية بمحافظة الجيزة مؤكدا أنه جزء من منظومة كبيرة من المنافذ على مستوى الجمهورية والتي يتم افتتاحها في موعد مبكر هذا العام اشتركوا في القناة